أحد أبرز اللاعبين اللي لعبوا في مركز الظاهير الأيصال سواء على مستوى القيادة داخل الملعب أو على مستوى صناعة الأهداف أو على مستوى تسجيل الأهداف سواء على مستوى حتى اللعب في مراكز مختلفة إذا أراد مدربه اللي انتقل في كل نادي سواء كان على مستوى أندية بتنافس على ألقاب أو على مستوى أندية ظروفها صعبة فنيا فبتبحث عن البقاء دائما ما كان هو العنصر المضيء في أي لحظة من اللحظات هذه الشعلة المضيئة أعلنت نهاية رحلة داخل الملاعب لتبدأ رحلة جديدة باعتزالها كرة القدم وبتكلم هنا على نجم الكرة المصرية المعتزل حديثا الكابتن عمر الحلواني كابتن عمر أهلا بك من أور الدنيا كابتن هاني حبيب وأخويا وأنا شرف ليلة معك النهاردة وأستمتع المباقة معك هاني والله أنا اللي مبسط جدا شكرا أن أنت موجود معنا النهاردة أشرف ليه والله ورحلة بجد تستحق عليها كل التحية ويكفي رد الفعل اللي شفناه حتى مش بس في الاستاد في ماتش الأهلي وأسوان قبل المباراة من الجمهورين لكن كمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حيت مسيرة لاعب شافت قد إيه كان متقلق في الملاعب الأول اللي أنا يعني مبسوط جدا من الفيل باك بتاع الجمهورة بصراحة أنا يعني اللي فرحنا هاني اللي أنا اللي حاسس اللي الناس كلها شافت اللي أنا اشتغلت سنين كتيرة يعني أنا ما كنتش متخيل اللي أنا بعد ما بطل كده ويبقى الناس كلها الحمد لله بتكلم عليك كويس وبيبرزوا أهم صفات فيها وبيكتبوا كلام جميل بصراحة كل ما بجأرى الكلام ده ببقى مبسوط جدا بحس اللي الناس شايفاني بحس اللي الناس اللي هو أنت كل ما بتتعب كل ما بتلاقي يعني الناس بتكلم عليك كويس فبصراحة أنا مبسوط جدا من الفيل باك ده وإن شاء الله الواحد يكمل بقى بعد ما يبطل كورا يكمل بنفس السيرة دي ونفس الخطط دي تعالي نبدأ من الآخر مشهد مباراة الأهلي وأسوان والجمهور وهو بيندهلك إيه اللي حصل وإزاي تمت اللحظة دي؟ قبل الماتش بفترة أنا فكرت في الموضوع ده أنا قلت للرئيس النادي أسوان المستشار الشفعي الصالح وست عدو المجزد دارة أهاب منصور رجل ده كما من الاحترام كلمتهم من فترة قلتهم أنا عايز أعمل يعني يتكرموني في ماتش أسوان والأهلي فاخترت أسوان عشان خاطر أنا عملت موسم استثناء السنة للفاتد والحمد لله الجمهور وش حلو علي وجمهور أنا بحبه على المستشار الشخص جدا والنادي الأهلي ده بيتي يعني النادي الأهلي أنا بحبه جدا النادي الأهلي تربيت فيه وشفت أحسن أيام حياتي في النادي الأهلي فعايز تبقى آخر حاجة لي في الكورة تبقى الحاجتين لأنا بحبهم أسوان أنا عملت حاجة كويسة فيها والنادي الأهلي اللي هو بيتي تربيت فيه بصراحة كل الناس وقفت جنبي كل الناس عظمك زراب بلا استثناء قال له إحنا بنرحبين كلمت كابتن صاحب حفيز قبل المطشب بيومين عشان أبلاغه عشان أبقى عارف والله يا كابتن هاني قال لي إنت عايز إيه أعملولك كابتن صاحب حفيز قلت له ولا حاجة كابتن عازك تبقى موجود قال لي إحنا مطلوب مننا إيه نعملولك تبني النادي الأهلي وإحنا بنحبك وإنت لعب مميز شوف اللي إنت نفسك فيه إحنا تحت أمرك قلت له ولا حاجة كابتن أنا عازك تبقى موجود في اليوم ده عازك كرم تكريم كويس بصراحة نزلت الملعب ليت الجمهور أصوان بيند علي مرة واثنين وثلاثة أنا بصراحة يعني يعني كنت مبسوط حاسس اللي هو إيه شريط حياتي بتاع الكرة كله في التوقيت ده اللي هو أنت بتلعب كرة عشان الجمهور عشان يستمتع لما الجمهور بيحبك دي حاجة كبيرة جدا يعني وانت رايح على جمهور الأهلي طبعا حاجة يعني شرف ما بعد شرف لما الجمهور الأهلي عند عليك مرة واثنين وثلاثة فأنا كنت سعيد سعادة غير طبعية فشرف لي اللي أنا أنهي يعني التكريم بتاعي بقدام أصوان وقدام النادي الأهلي بيبقى صعب عادة القرار دي مهما كان وقته ولا مش وقته بدري ولا متأخر انت ما شاء الله هتتم الشهر الجاي 38 سنة لكن برضه ما بيبقاش سهل يعني واحد يعتبر عاش حياته كلها جوه الملعب خدت القرار ازاي وهل وجهت صعوبة وانت بتاخده بلعب كرة بقالي 27 سنة طبعا يعني أصعب يعني أصعب من أصعب كرارات خدتها في حياتي اللي انت تبطل كرة بس أنا عندي حاجة كابتن هاني دي سنة الحياة فلازم تختار التوقيت الصح اللي انت تطلع به بشكل حلو جدا فأنا ما لقيتش أحسن من التوقيت ده اللي انت تطلع وانت وقف على رجليك تطلع والناس كلها حباك تطلع والناس كلها بتتكلم عليك كويس ده مهم جدا حتى بعد ما بطل كرة في مسيرتك بعد كده اللي انت عايزه حتى من الناس قابلك في الشارع تتكلم عليك كويس لما أي حدي بيكلم عليك في التلفزيور أي حدي بيكلم عليك كويس جدا فاختيار التوقيت ده كان مهم جدا جدا بالنسبالي فأنا شفت اللي ده أحسن اختيار ليه في التوقيت ده طبعا اختار صعب جدا بس هي دي سنة الحياة ولازم تختار العيب الكورة اللي عنده شخصي لازم اختار كرات صعبة في توقيت صعب فده حصل بالفعل فالحمد لله يعني ربنا وفاني في الاختار يعني حلو جدا ان نهايات المسيرة رغم ان هي مثلا كانت في أسوان فريق مش منتظر منه حاجة انت لمعت في أسوان كانت زي الموسم ده في أسوان وإيه ذكرياتك معاه بالنظر لما شاء الله عدد الأسستات اللي اتعملت والجوال كانت رائعة يعني عايز اقولك هاني وهنا رايح أسوان يعني اعرف اللي هو ايه يعني ان كنت رايح اللي هو يعني تحدي جديد وساعتها كابتن كان ساعتها ماسك معنا علاء لا ما كانش كابتن علاء كان كابتسامشي شيني عادت مع كابتسامشي شيني قال لي بص عمر ده تحدي جديد بنسبالك اثبت نفسك انت لعب مميز انت لعب كبير عايزينك ساند معنا يعني تعمل بقى فيه فارق وهنلعب في القاهرة وهنلعب في الساب بيترو سبورت اللي هو الساب بتاعك فالعب وابدع وما تشيلش هم واحنا في ظهرك يعني بصراحة كابتسامشي شيني بصراحة هو في جنب في الحتة دي وأنا روحت قبل الدورة بعشر تيام الحمد لله كان أول ماتشو قدامنا تقريبا قدام امبي فياك اللي انت لسه ماشي منه بعد سنين طبعا طبعا كسبنا واحد سفر وانا لعملت الجون بعدها بتالت ايام بالزبط كان عندنا برضو ماتش مع الجيش كسبنا اثنين واحد وانا عملت الجونين فبدأ كده الموضوع يعني الموضوع كنا اول دور ساعتها ستة بونت فبدأ الموضوع الناس تاخد بالها بقى اللي لقى عمر حلواني في ماتشين عمل تلات أسست وبدأ الناس تراكز معاه فبدأنا نمشي بقى واحدة واحدة وانا اخدتها تحدي اللي انا السنة دي هعمل موسم استثني والجمهور طبعا بتاع أسوان وقف جنبنا جدا جدا وقف جنبنا بصفة شخصية كنت مبسوط جدا كنت عايزة اعمل حاجة للبلد دي فبصراحة كان فيه توفيق غير طبيعي ودايما كان يقولك اللي يروح اللعف أسوان أسوان والشياء حلو على العيبة والمدربين والشياء حلو جدا جدا جدا